اشتركوا في القناة شكرا لكم ثم بفضلكم جميعا وصلنا لخمسين ألف مشترك يعطيكم ألف ألف عافية وإن شاء الله الخطوة الجاي والقادمة تكون على الميت ألف شكرا للكم شكرا 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 وكمان لا تنسوا كود الدعم اللي هو X90 بمناسبة قدوم السيزون العاشر إذا اشتريت اسكنات وفي أخبار حلوة جدا في الرقصات وفي البكاكسات راح نحكي لكم إياها في هاي الأخبار فخلينا نبدأ طبعا سيف دا وورد لوكر بلوغ ون طبعا عندنا هاي المرحلة الأولى راح تكون معنا من مرحلة انطلاق اللي هي تنقلات بين الرقصات والأشياء اللي بتكون في البتل ريال مع الزومبي فهذا الشي جدا رائع وجدا جميل وراح في نسبة كبيرة من الناس راح تنبسط لإلها ممكن أنها تكون عندها حساباتها في البتل ريال فيها رقصات كثيرة فاسات كثيرة راح يقدر يستخدمها في الزومبي طبعا زي ما احنا شايفين اللي هي نشرة الشركة مجموعة من الأخبار والتسريبات حول أهم الأمور القادمة مع التحديث القادم للسيزون عاشر حيث كان أهم هو إضافة ما يسمى الخزنة اللي هي اللوكر اللي هي الخزنة اللي هي فيها الأموتات مع أموتات والذي من خلالها يمكن للعب استخدام الرقصات والأموتات والسبراي الخاص بالبتل ريال داخل طور الزومبي طبعا أهم الأشياء اللي تكون متاحة في انطلاق السيزون العاشر اللي هو شاشة الدخول والموسيقى والأموتات وتشمل كل أنواع الأموتات من رقصات وصور رمزية والسبراي والدماء فيعني شي رائع جدا إنك تصير بالزومبي تستخدم البخاخ اللي هو السبراي الرقصات الإموتات هاي الشغلات راح تقدر تستخدمها في الزومبي فراح يعطي جو حلو يعني اللي عنده نقصات نادرة يصير يستخدمها في الزومبي كلهم هيعرف هذا الشخص عنده إياها في البتل ريال وعنده إياها في الزومبي فهذا الشي جدا تمام فهون عنا كمان اللي هو طبعا هم بيطرحوا سؤال وبجاوبوا عليه بيحكي لك هل سيكون هناك المزيد من المرئيات أو الاكسسوارات اللي سيتم إضافها لطور الزومبي بيحكي لك صراحت الشركة إنهم يعملون بجد من أجل جعل كل أنواع الاكسسوارات في البتل ريال متاحة في طور الزومبي حيث يصبون تركيزهم الآن على الألوان والأسلحة والبيككس ليكون باستطاع اللعب استخدامهم في طور الزومبي حيث أيضا سيتم نقل كل مستويات البيككس التي حصلت عليها من خلال مراحل لعبك في طور الزومبي إلى البتل ريال اللي تتمكن من استخدامها هناك أيضا البككسات اللي معاك في ستون وود كاني فالي اتواين راح تستخدمهم في البتل ريال راح تكون انت مميز عن ناس ما عندهم بالسيف دا وورد حيشوفوا الفاس معاك حيستغلبوا إنه شو هذا اللي معاك من وين الفاس ممكن في ناس تروح تشتري السيف دا وورد بس عشان تحصل على هاي البككسات هل سيكون هناك تحسينات أخرى لما يسمى بالخزنة اللي هي اللوكر كان رد الشركة نعم وهناك الكثير من التحسينات التي سيتم العمل عليها خلال هذا السيزن مثل إمكانية استخدام الرقصات في شاشة نهاية المهمة وبينهما تعمل على كل الرقصات من كل الهيرو إلى أن هناك البعض لديه مشاكل فيه رقصات معينة سيتم العمل على إصلاح هذه الإخطاء خلال هذا السيزن في بعض الرقصات فيها مشاكل فقعدين بيحلوا بمشاكلها وراح تيجي معنا طبعا زي ما تشايفين بلوغ هاشتاغ ون فيعني أكيد في بلوغ ثاني وأكيد راح نزلونا إياها طبعا هون السؤال اللي بعده راح يكون بحكي لك هل هذا يعني أن رقصة ركوب الخيل في طور الزومبي يمكنني استعمالها في البت الريال وماذا عن الذين حصلوا عليها في السيزن الثاني في البت الريال طبعا كان رد الشركة نعم يمكنك استخدام كل الرقصات في طور الزومبي في البت الريال فيما فيها رقصة ركوب الخيل كل هاتكم تعرفوا رقصة قديمة موجودة هنا عندنا إياها بالزومبي راح تقدر تستخدمها في البت الريال يعني اللي ما لحق عليها في البت الريال راح تجيك من وراء الزومبي فانبسطوا على رقصة ركوب الخيل بقول لك وفي كمان بالسيزن الثاني هي الرقصة مشابهة تظهر أن هذا شخص قد حصل على رقصة ركوب الخيل من السيزن الثاني وإذا كنت لا تملك رقصة ركوب الخيل يمكنك الحصول عليها الان بشرائك طور الزومبي فيعني في البتل ريالي بنفسه هاي الرقصة راح يشتري الزومبي فقط عشان هاي الرقصة يعني تماما يعني فعوني عنا اخر سؤال راح يكون معانا اللي هو بيحكي لك هل سيكون هناك سوق يومي في طور الزومبي كذلك السوق الموجود في البتل ريال كان رد الشركة نعم فهم قاعدين بيخططوا لاضافة سوق لطور الزومبي بعد ان يكون كل الرقصات والاكسسورات متاحة فيه لكن في الوقت الحالي سيكون كل التركيز على امكانية اللاعب استخدام كل الرقصات التي يملكها الان لذلك في الوقت الحالي يتوجب عليك شراء الرقصات من سوق البتل ريال اذا اردت استخدامها في طور الزومبي الى ان يتم عمل سوق خاص بطور الزومبي يا سلام يا سلام يا سلام الاخبار جدا جدا بطلة ورائعة طبعا احنا منعتذر على تأخيرنا للاخبار لانه كنا عاملين بث عبين ما خلصنا البث زبطنا اخبارنا زبطنا كل شيء وبلشنا في التصوير وننزلكم الاخبار الرائعة فاكتبونا في الكومنتات ايش رايكم في الاخبار الحلوة واكتبولي كمان ايش في عندكم رقصات نادرة اكيد كلاتكم متحمسين لاستخدام الرقصات داخل طور الزومبي فهذا الشيء رائع وبطل وجميل جدا فاذا ما فهمت بعض النقاط تقدر تعيد الفيديو تسمحها بتا معهم يعني احنا طبعا بنسرد الاخبار في اللغة العربية الفصحة عشان جميع الفئات او من اي بلد وين ما كنت تكون يعني بنحكيها باللغة العربية الفصحة عشان تفهمها مية في المية لو بنحكي بلغة الاردنية في بعض الكلمات ما راح تفهمها لكن باللغة العربية الفصحة الكل حيفهمها يعني في بعض الناس بعلقوا انه ليش بنحكي باللغة العربية الفصحة فقط عشان انفهم الشروحات هاي الكل يستوعبها والكل يفهمها فالآن بكونوا وصلوا لنهاية مقطعنا اكتبونا في الكومنتات ايش رأيكم في الرقصات وشو عندكم رقصات نادرة ولا تنسوا كود الشوب X90 يعطيكم ألف ألف عافية ومنشوفكم مع تحديثات السيزون العاشر السلام عليكم